اشتركوا في القناة كما وجه إلى تسهيل الإجراءات وتطويرها بما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم تنافسية المستثمر البحريني ثم هنأ المجلس دولة الكويت الشقيقة أميرا وحكومة وشعبا بالعيد الوطني الستين ويوم التحرير الثلاثين مشيدا المجلس بما تشهده دولة الكويت من تقدم وازدهار في ظل قيادتها الحكيمة ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية واحد مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول حزمة من المبادرات التطويرية لتعزيز كفاءة وجودة الخدمة الحكومية المقدمة اثنان مذكرة سعادة وزير المواصلات والاتصالات بشأن رفع عمر المركبات المرخصة لمزاولة نشاط تأجير السيارات ليكون ست سنوات من تاريخ الصنع بدلا من المعمول به حاليا وهو خمس سنوات وذلك بشكل مؤقت ولمرة واحدة تسهيلا على شركات تأجير السيارات ثلاثة مذكرة اللجنة الوزارية لشؤون القانونية والتشريعية بشأن ردود الحكومة على أربعة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب ثانيا استعرض المجلس الموضوعين التاليين واحد مذكرة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء بشأن نسب إنجاز المشاريع التي تنفذ برنامج الحكومة للسنوات الفين وتسعة عشر الفين واثنين وعشرين والتي أظهرت أن نسبة الإنجاز الكلية كمتوسط لتنفيذ المشاريع بلغت أربعة وسبعين بالمئة اثنان مذكرة مشتركة من سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء وسعادة وزير الإسكان بشأن التقارير الوطنية المتعلقة بالتقدم المحرز في تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية